اعزائي طلبة وطالبات تلت سنوي اهلا وسهلا بكم في قناة فرنشا اكاديمي لتعلم اللغة الفرنسية في الفيديو اللي فات شفنا مع بعض شرح الدرس الاول من الوحدة الاولى وعرفنا ان اهم حاجة في الدرس ده هي المفردات الرياضية سواء اسماء الرياضات او اماكن ممارستها او المعدات المستخدمة لممارسة كل الرياضة او انواع الرياضات الى جانب طبعا الافعال المستخدمة مع الرياضات وكل فعل من الافعال دي ايه هي الاداء او حرف الجر اللي بيجي بعديه في الفيديو ده بقى هنطبق على الكلام ده يعني هنحل اجزارسيس والحل هيكون من كتاب المعاصر صفحة 26 و27 و28 اول مجموعة من الاسئلة وهم عشر اسئلة اختار الاجابة الصحيحة اول سؤال السباحة بتتمارس في المية اللي اختيارات اللي عندي سو بخاتيك جو بخاتيك ساندخان فيغ بخاتيك يعني يمارس لما نضيف ليه الضمير سو يعني نحول الفعل زو ضميرين يبقى معناه يتمارس يبقى الاجابة المناسبة سو بخاتيك السؤال الثاني الملاكامة بتتلاعب بجوانتيات برضو نفس الفكرة فيغ بجو يعني يلعب لكن سو جو يعني يتلعب يبقى الاجابة سو جو السؤال الثالث هو بيتدرب في النادي ثلاث مرات في الاسبوع عندي فيغ بانتخاني وفيغ بانتخاني انتخاني يعني يدرب لكن سانتخاني يعني يتدرب يبقى الاجابة سانتخاني السؤال الرابع المدرب بيدرب اللاعبين هنا بقى المفروض ان احنا نختار فيغ بانتخاني يبقى الاجابة انتخاني يدرب السؤال الخامس يعني حارس المرمى بيرمي الكرة للمهاجم علشان يسجل هدف يعني يلقي او يرمي هنختار ويكون متصرف مع كلمة لجول يعني مفرد غائب يبقى الاجابة لانس السؤال السادس كيف تفوزوا بمباراة كرة قدم؟ فيغ بانتخاني يعني يكسب او يفوز هنختاره طبعا متصرف مع يبقى الاجابة السؤال السابع إنه حارس المرمى الذي يمسك بالكرة على ارض الملعب فيغ باتخا بي يعني يمسك هنصرفه مع كلمة يعني حارس المرمى وده مفرد غائب يبقى الاجابة السؤال التامن الملاكمين يتقاتلون او يتعاركون في الصالة الرياضية يعني يتقاتل او يتعارك هنختاره طبعا يكون متصرف مع وده اسم جمع غائب يبقى الاجابة السؤال رقم تسعة يعني احسن حكم في اوروبا حكم في الماتش النهائي لفريقي المفضل يعني يحكم او يوجه او يدير هنصرفه مع كلمة يعني احسن حارس مرمى في اوروبا وده اسمه مفرد غائب يبقى الاجابة السؤال العاشر ما هي النصائح التي نقدمها لللاعبين للاستعداد لمباراة عندي هنا حرف جر اللي هو بعد حروف الجر بيجي الفعل في المصدر يبقى الاجابة يستعد كده خلصنا اول مجموعة من الاسئلة وهنبتدي بقى في المجموعة التانية وهم عبارة عن 13 سؤال بيقول يعني اختار الفعل المتصرف المناسب السؤال الاول اليان نقاط لكيتاسيون اليان بتمارس الفروسية كلمة مسبوقة بأداة تعريف وزي ما احنا شفنا في شرح الدرس ان الافعال بتاعة الرياضات بيجي بعديه اسم الرياضة ماسبوق بأداة تجزئة وه cicで بيجي بعديه اسم الرياضة ماسبوق بحرف الجر وفرب بخاتيكي بيجي بعدي اسم الرياضة مسبوء بأداة تعريف. يبقى هنستخدم يبقى الإجابة السؤال الثاني أنا بمارس السباحة. هنا بقى عندي أداة تجزئة قبل كلمة يبقى معنا كده ان احنا هنستخدم تصريف مع السؤال الثالث احنا بنعزف على الجيتار. نخلي بالنا كويس ان احنا مع الالات الموسيقية بنستخدم وبعد يحرف يعني هنحط مكان النقاط يكون متصرف مع يبقى الإجابة السؤال الرابع نو نقاط دي سكي. احنا بنمارس التزلج. عندي هنا رياضة التزلج سكي مسبوء بأداة تجزئة. يبقى معنا كده ان احنا هنحط مكان النقاط فير بفار. يبقى الإجابة فزون. السؤال الخامس. مي كوبا نقاط دي سيرف. اصدقائي بيمارس ركوب الامواج. برضو كلمة سيرف مسبوء بأداة تجزئة. يبقى هنستخدم فير بفار. يبقى الإجابة فون. السؤال السادس. نخلي بالنا ان كلمة مسبوقة بأداة تعريف لكن مش هنقدر نختار لان الفاعل عندي هو في الاختيارات مش متصرف مع لكن نخلي بالنا ان افعال الميول برضو بيجي بعدها اسم الرياضة مسبوقة بأداة تعريف. وفر بخفغي من افعال الميول يبقى الاجابة بخفاغ. السؤال السابع. تون كوبا اتوا نقاط لبينج بونج. الرياضة هنا مسبوقة بأداة تعريف يعني يا اما هنختار بخاتيكي يا اما هنختار بخاتيكي. بخاتيكي متصرف مع نو لكن بخاتيكي متصرف مع الفاعل هو يعني انت وصديقك يعني انتم. يبقى هنختار بخاتيكي. السؤال التامن. الاطفال الصغيرين بيحبوا لعب كرة القادم. اسم الرياضة هنا مسبوقة بحرف الجر المضغم مو. يبقى هنختار بجوي. السؤال التاسع. جوستين نقط بيان لسبوغ. كلمة سبوغ مسبوقة بأداة تعريف. يبقى هنستخدم قبليها يا اما بخاتيكي يا اما بخاتيكي يا اما بخاتيكي. الفاعل هو جوستين وده اسمه مفرد غائب. يبقى هنختار الفعل يكون متصرف مع المفرد الغائب. يبقى هنختار السؤال العاشر. اصحابي بيلعبوا تنس. الرياضة هنا مسبوقة بحرف الجر المضغم مو. يبقى هنختار السؤال رقم حداشر يعني يستحسن او يحب الحاجة دي. يعني معنى الجملة انه كل عائلتي بتحب ممارسة الرياضة. كلمة سبوغ مسبوقة بأداة تجزئة. يبقى هنستخدم قبليها في غب الفاغ. السؤال رقم اتناشر. لزاميريكا نقط لغجبي. كلمة غجبي مسبوقة بأداة تعريف. يبقى هنستخدم قبليها يا اما فعل من افعال الميول يا اما في غب بخاتيكي. الفاعل جمع غائب. يبقى الاجابة المناسبة. السؤال رقم تلاتاشر. هو بيعزف على آلة موسيقية في حفلة عيد ميلاده. مع الآلات الموسيقية بنستخدم بمعنى يعزف وبيجي بعديه حرف يبقى الاجابة نتنقل بقى للمجموعة الثالثة من الاسئلة اختار الاجابة الصحيحة. اول سؤال هما بيمارسوا التزلق. عندي في الجملة يعني بيجي بعديه اسم الرياضة مسبوء بأداة تجزئة. وكلمة ده اسمه مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. يبقى هنستخدم قبليه أداة التجزئة السؤال الثاني نحن لا نمارس تسلق الجبال. عندي الجملة منفية ولما تكون الجملة منفية ادوات التجزئة اللي بتيجي بعد بتتحول لدور. وطبعا اسم بادئ بحرف متحرك يبقى هنستخدم السؤال الثالث. هل انتم تمارسون عندي في الجملة يبقى هنستخدم اداة تجزئة. ولكن نخلي بالنا ان كلمة هي بدقة بحرف وده حرف متحرك. ورغم كده مش بنستخدم قبليها اداة التجزئة ولكن بنستخدم اداة التجزئة لان كلمة وكلمة وكلمة هما التلاتة بنستخدم قبليهم اداة التعريف وعلشان كده ما عفق بفاق بنستخدم قبليهم اداة التجزئة دي. وما عفق بجوي بنستخدم قبليهم حرف الجر او. السؤال الرابع. روبير يمارس الرماية. كلمة يعني الرماية او رمي السهام. هي اسم مفرد مذكر يبقى هنستخدم قبليها اداة السؤال الخامس. يجب ان نمارس الرياضة. كلمة اسم مفرد مذكر يبقى هنستخدم قبليها دي. السؤال السادس. هل انت تمارس الملاكمة? كلمة ده اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه دو لا. السؤال السابع. نوفزون نوات ايغوبيك. نحن نمارس الايروبك او التمارين الرياضية. كلمة ايغوبيك اسم مفرد مذكر بادئ بحرف متحرك يبقى هنستخدم قبليه دو الا بوستخوف. السؤال الثامن. الاطفال يمارسون ركوب الدراجات. كلمة فيلو ده اسم مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن يبقى هنستخدم قبليه دو. السؤال التاسع. هو بيمارس المصرع. كلمة لوت اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليها دو لا. السؤال العاشر. جوني في با نوات غولف. انا لا امارسة الغولف. الجملة ديما فيها وعندنا في ادوات التجزئة بتتحول الى دو. السؤال الحداشر. مون بوتي فخير. ام جوي نوات ساكسوفون. اخوي الصغير بيحب بيعزف على الساكسوفون. فغبي جوي لما بيجي بعدي اهلة موسيقية بتكون مسبوقة بحرف الجر دو. وساكسوفون ده اسم مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن. يبقى هنستخدم قبليه حرف الجر المضغم دي. السؤال رقم اتناشر. لو فون دي. نوفو زون نوات كورس اموتو. يوم الجمعة احنا بنمارس سباق الموتوسيكلات. بعد فغب فاغ الرياضات بتيجي مسبوقة باداة تجزئة. كلمة كورس ده اسم مفرد مؤنس. يبقى هنستخدم قبليه. المجموعة الرابعة من الاسئلة بقى ودي تلاتاشر سؤال. اختاري الاجابة الصحيحة. اول سؤال. هل انت تلعب كلمة اسمه مفرد مذكر مبدوء بحرف ولكن نفتكر مع بعض ان كلمة وكلمة وكلمة مش بنستخدم قبليهم ولكن بنستخدم ل. وعلشان كده بعد بنستخدم قبليهم حرف الجر المضغم. السؤال الثاني. انا بحب ألعب الكرات الحديدية. كلمة ده اسمه مفرد مؤنس. يبقى هنستخدم قبليه. السؤال الثالث. احنا بنلعب كرة الطائرة. كلمة اسمه مفرد مذكر يبقى هنستخدم او. السؤال رقم اربعة. اخوات الصغيرين بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن. كلمة ده اسمه مفرد مؤنس. يبقى هنستخدم قبليه حرف الجر. السؤال الخامس. هما بيلعبوا شطارنج. كلمة ده اسم جمع. يبقى هنستخدم قبليه حرف الجر او. السؤال السادس. انا بلعب فيديو. كلمة ده اسم جمع. ولكن نخلي بالنا ما نقدرش نستخدم قبليه حرف الجر المضغم او. علشان عندي هنا ده يبقى هستخدم قبليها حرف الجر او. طبعا لو ما كانش في ده قبلي كلمة جو فيديو يبقى هستخدم او. لكن طالما في ده يبقى ما قدرش هستخدم او ولكن بنستخدم او. السؤال السابع. انت بتفضل لعب الكوتشينا. كلمة اسم جمع. يبقى هنستخدم قبليه حرف الجر او. السؤال التامن. احنا بنلعب تنس طولة. كلمة ده اسم مفرد مذكر. يبقى هنستخدم قبليه او. السؤال التاسع. الاصدقاء بيتجمعوا علشان يلعبوا دومنو. كلمة دومنو. اسم جمع. يبقى هنستخدم قبليها او. السؤال رقم عشرة. هل انتم تلعبون كرة القدم? فوتبول اسم مفرد مذكر. يبقى هنستخدم قبليه او. السؤال رقم حداشر. هو بيلعب كويس لعبة كرة اليد. كلمة اسمه مفرد مذكر بدء بحرف اش ولكن بنستخدم قبليه حرف الجر او. السؤال رقم اتناشر. هي بتحب تلعب بالعروسة او بالدمية. كلمة ده اسمه مفرد مؤنس. يبقى هنستخدم قبليه او لا. السؤال رقم تلاتاشر. المدرب بيعلم الصغار اللعب بالكرة. كلمة اسمه مفرد مذكر يبقى هنستخدم قبليه حرف الجر او. ده كان اخر سؤال في المجموعة الرابعة ودلوقتي هنبتدي في المجموعة الخمسة. والمجموعة الخمسة عبارة عن خمستاشر سؤال. والمطلوب ان احنا بنحط ما كان النقاط اداة تعريف. يعني لازم نعرف اسم الرياضة مذكر ولا مؤنس. في السؤال الاول كلمة ده اسمه مؤنس. يبقى هنختار اداة التعريف له. في السؤال التاني اسمه مفرد مذكر. يبقى هنختار له. السؤال التالت عندي كلمة سبوخ كلاسيك ده اسم جمع يبقى هنختار أداة التعريف ل السؤال الرابع كلمة سكالاد ده اسم مفرد مؤنس لكن نخلي بالنا هو بادئ بحرف متحرك يبقى هنختار أداة التعريف السؤال الخامس ده اسم مفرد مذكر يبقى هنختار ل السؤال السادس اسم مفرد مؤنس يبقى هنختار ل السؤال السابع اسم مفرد مؤنس يبقى هنختار لا السؤال الثامن اسم مفرد مؤنس بس بادئ بحرف متحرك يبقى هنختار السؤال التاسع اسم مفرد مذكر يبقى هنختار السؤال العاشر اسم مفرد مذكر يبقى هنختار له. السؤال رقم حداشر اسم جمع يبقى هنختار له. السؤال رقم اتناشر جيمناستيك اسم مفرد مؤنس يبقى هنختار له. السؤال رقم تلاتاشر اسم مفرد مذكر يبقى هنختار له. السؤال رقم اربعتاشر اسم مفرد مذكر بادئ بحرف القش ولكن نخلي بالنا مش بنختار قبليه الابوستخوف ولكن بنختار له السؤال رقم خمستاشر شاس اسمه مفرد مؤنس يبقى هنختار قبليه لا اخر مجموعة بقى من الاسئلة وهي المجموعة الستة دي عبارة عن عشرين سؤال ياريت نعتبرها ان هي واجب منزلي نحلل وحدنا وبعد كده هنزل لكم الاجابات بتاعته في ملف بي دي اف وطبعا ياريت لو تكتبوا لي الاجابات في الكومنتات وبرحب بكل اسئلتكم مستفسراتكم وان شاء الله نتقابل تاني فيديو جديد مارسي اوغوووار